الدوري مختلف وفيه تفاصيل كتيرة علشان كده بعض من هذه التفاصيل في الغربان حقوق بالتفصيل ما أن يحصل الأهلي وينال أي حق من حقوق قانونية طبيعية بديهية حتى تسمع أطرافاً أخرى تتحدث عن حقوق لها بالتفصيلة باشموندس يروح مفصل على نفسه القاعدة اللي ممكن تديله الحق ده يعني هو المسألة مش مسألة المنطق معين كل الجهات المناحة مش الأهلي اللي بدي نفسه الأرقاب دي ولا بدي نفسه التقديرات دي ولا القيم دي يعني أنت لما تيجي والله حاجة تضحك لما تيجي أنت تتكلم على مثلا الرعاية هوتا يعني إيه يعني إيه مش حنقبل يعني إيه مش حنقبل ده واحد عنده منتج بيقول لك هديك فلوس عشان تحط إسمي على فنيلتك هتكبره إزاي إنه يديك اللي أنت عايزه مش اللي هو عايزه أنت تقدر أنت تقول له لا مش حدي لك الرعاية بتاعتي واخد بالك لكن ما تقدرش تقول له يا تديني كذا زي الأهلي هو ليه حزبيته هو لما جهت وبعدين يقال أن العقدة ممضي من بدري في الزمالك بتاع الباس أصدقى بتاع الباس ما هو الباس الباس اللي يختلف عن الرعاية نفس القاعدة اللي تتفرج على الإعلان هي اللي تتفرج على المنتج اللي هو المنتج وإنها المباراة أنت سيادتك يعني يعني لما يجي نادي يعمل مفاجأة زي الستر سيتي من سنتين ثلاثة في إنجلترا هو ده عنده قاعدة جمهورية أو عنده قيم تسويقية زي المان يونايتد يقول لك أخد أكتر منهم ميل حاديك ما هو أنت الكلام ده لو بتتكلم على جايزة الفائز بالبطورة فتقول أنا الفائز بالبطورة أنا عايز جايزتي لكن حجم الرعاية وحجم الباس وحجم ده مش فئة حد ده السوق اللي بيقول عليها على فكرة يا جماعة في مفاجأة في موضوع الباس لأنه حتى كابتن أحمد حسين ميدو يتكلم عليها كتير قال لك الرعاية خلاص الرعاية معروفة لها قيم لكن إزاي النادي الآلي ياخد كذا ونادي الزمالك ياخد كذا المفاجأة أنه كل نادي تفاوض فيما يخص الباس لوحده البيع كان فردي بمعنى أنه النادي الآلي تفاوض مع القناة اللي قدمت عشان تاخد حق بس مباراة الدوري ووصل للسعر ده ستمائة وستين مليون في الأربع سنين كل نادي تفاوض ووصل للسعر اللي ناسبه مش بس الزمالك لإسماعيل والاتحاد والمحلة كل أندية الدورة للتمنتاشر كل واحد تفاوض ووصل للسعر اللي ناسبه ممكن أشكر حد صاحب الفضل في اللي هو البس المنفرد ده الحقيقة لأنه النادي الآلي كان بيسعى إليه من زمان لكن لا بد أن نذكر أن الأستاذ مرتضى منصور لما كان رئيس لجنة الأندية هو صاحب هذا الفضل قال لك كل نادي يتفاوضوا وبيع حاجته كان زمان يقول لك إحنا نبتعه ندي الآلي وزمانه إزاي بعض ونوزع مش عارف الأندية إزاي لما حصل خلاف على النسب وعايزين يحطوا له معايير الشعبية والبطولات الأخرانية ومش عارف إيه قال لك لا لا ليه ليه تحطوا المعايير دي أنا هسوأ الواحد فالحقيقة لازم نشكوره لأنه هو يعني إيه ده المعيار العادل وكل واحد وحجم شعبيته وحجم ثقة المعلنين والرعاة في يعني كمنتجين في أنه يقدر يقدمهم للأسواق ما هو أنت أنت الرعي ده بيعمل إيه أنا عندي منتج وانت عندك شعبية اسمها السوق أنا من خلالك أنت بوصل للسوق ده لكل جماهيرك ما تكتر بدك فلوس أكتر لأن أنت بتصني الأكبر قاعدة في السوق سواء في البس سواء في الرعاية سأكد فالنادي الآلي حتى بطل يعمل حساباته كنا بزمان نعمل يعني أبحثنا الزاتية ونقول لهم إحنا هم دلوقتي بيجيبوا شركات عالمية مين صاحب أكبر شعبية بيجيبوا شركات وهكذا إحصائيات متتالية كل إحصائية سواء شعبية أو أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو مؤسسات دولية معتمدة كلها بتؤدي إلى نفس النتيجة حاجة وسبعين النادي الأهلي حوالي عشرين نادي الزمالك المنافس يعني والباقي بيخش في البيت الآن دي إحنا زي بليه ما الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيل صحيح ليه طب بليه الإسماعيل ما بيلعبش في مصر طب والله أنا لسه سامع برضا نفس الناس اللي تتكلم هو يقول لك لما يبقى في عدل يبقى الأهلي يروح يلعب في برسعيد وتكتشف أن المصر نفسه ما بيلعبش في برسعيد لسبب بسيط أنه أستاذ برسعيد نفسه اتهده لسه يدني لكن لا ليه الأهلي ما بيروحش يمكن دي الشيء الوحيد اللي ممكن الناس تجواب عليه واخد بالك لكن في حساسية ما يخشى من تكرار الزمن حيدوبها نتمنى الله أعلم لكن ما تجيش تقول لش معنى هو الأهلي هو الأهلي هو الواخد القرار تاني وتالي ورابع يا جماعة في معايير المسؤول بيشوف أن بلاش المنطقة دي يبقى فيها كرة بالنسبة للأندية الشعبية الإسماعيل والمصر ما بيلعبوش مع بعض في خط قناة لحد الوقت بيلعب كله في برج العرب طيب الحقيقة بمناسبة العقد الرعاية اللي النادي الأهلي عملوا الناس الفهمة والمنصفة والمدركة الموضوع بيمشي ازاي بتتكلم بعقلانية وبتتكلم بحقائق لكن اي اصوات اخرى انتوا عارفين بيبقى مصدرها ايه وسببها ايه المحلل الرياضي والنقد الرياضي الصديق خاند بايومي كتب الحقيقة في مقالته في الجمهورية خارج السرب قالك رعاية بانك ابو ابو الزبي الاول واتصالات مصر للنادي الاهلي خطوة جبارا لمجلس الادارة ولتاريخ النادي الاهلي وتعد مكسبا لكل الاطراف للاهلي بتاريخه وجماهرياته العريضة وللشركات العملاقة في وطننا العربي وتأكيدا ان الاهلي مازال يعمل في ضمن يعمل دون ضجيج على الرغم من كم الازمات المحيطة بالنادي ليؤكد على مقولة اخرى ان الاهلي قوي بتاريخه غني باسمه وانجازاته وجماهيره ده خالد بايومي في الجمهورية او جاذفة او فا هو ده بس الليلة كده ايه الليلة كده جماهير وتاريخ وانجازات بتديك قيم تسوقية بيجي شركات انت بقى احنا النادي الاهلي بنقي الشراكة التي تناسبه يعني انت بتروح تجيب الشركات الكبرى لانك انا دي كبير الشركات الكبرى المؤسسات الكبرى هي بتتواء مع بعضها فالفايدة هنا تكون لائقة ايه ولسه احنا ملف الرعاية ما تقفلش لسه فيه رعاك جدد بقيت الحروب بتباع اه بتباع بتباع يعني مش عايزين حد يقولي شمعنا الاهلي روح سوى زي ما انت عايز يعني يعني ما هياش ما هياش دي اموال بتجيلك من مؤسسة بتدي دعم لا ده منتج بيباع انت منتج له قيمة تسوقية بتسوقها في السوق بتاعك روح قيم اعلى قيم محدش هيقولك شمعنا